من الاز الوصفات كبة بالصينية بجد لذيذة جدا وسهلة فعميلها اللي بيشوفها كده بيحس ان هي صعبة لكن بجد سهلة وممكن نعملها اقتصادية ممكن كمان نعملها صحية طبعا اساسها كبة شمية بتتعامل بالماكينة اللي هي يعني الفرمة اللي احنا بنقول عليها بس المرة دي انا هعملها لكم بدون ماكينة ولا شيء هنعملها بتكاد بسيطة جدا وبتطلع بقى الشكل زي ما انتو شايفينه اما الطعم بقى فقمة في اللزازة بجد تحفة جدا جربوها وان شاء الله هتعجبكم هعملها بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية بنص كيلو لحمة بس وهتطلع بالشكل اللي انتو شايفينه ده يلا نشوف الطريقة والمقادير بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصالوا على الحبيب علي افضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ الفيديو اول شيء انا بحط البرغل بستخدم كبايتين من البرغل اقلبهم بالشكل ده كده واحط عليهم ايه شوية ملح وشوية فلفل اسود وبعدين بروح حط عليهم كباية من المية السخنة لازم تكون مية مغلية يعني من كباية لكباية ونص بس كفاية كباية في الاول ونشوف زي ما انتو شايفين كده بقفلهم وبسيبهم نص ساعة بعد نص ساعة احاول بقى ان انا احركهم بالشكل ده كده واحط عليهم اللحمة المفرومة طيب اللحمة المفرومة انا بقسمها الجزئين بقسمها ربع كيلو بحطه على البرغل والربع التاني بحمره بحط عليها ملح وفلفل بابريكا بهارات مشكلة شوية من الهيل والقرفة بكتب لكم كل البهارات دي ان شاء الله في نهاية الفيديو بحط عليها كمان معلقتين من الدقيق وبحط معاها بصلة صغيرة ليه بقى معلقتين الدقيق علشان لو فيها مية يعني ولا اي سائل فيها فالدقيق بيمتصل للمية وتبقى بقى متماسكة هعجنها بقى في الفوت بورسيسور او لو عندكم اي حاجة انتو خلاط كبة اي شيء لحد لما تتعجن كويس معايا انا عايزها ايه عجينة معايا بعد كده بقى هنبدأ نعمل اللحمة المفرومة اللي انا قلت لكم هنعملها في النص بسخن المقلاء كويس جدا وبعدين بقى اضيف زيت اضيف سمنة زي ما بتحبوا اضيفوا هي طبعا اصلها السمنة البلدي بحط شوية ثنوبر بقى حمرهم لحد لما يوصلوا للدرجة دي كده بعدين بقى اضيف اللحمة انا مش عايزة كتر بقى دهون تاني واحط زيت او زبدة او حتى سمنة لا احقليها بس بالله انا حمرت بيهم السنوبر بقلب اللحمة وفتفتها لحد لما بتكون معايا بالشكل ده تنشف ميتها بعدين بضيف عليها بصلة كبيرة انا حطى نصف كيلو لحمة مفرومة لكن هي الوصفة بتاخد بس ربع كيلو يعني هشيل الباقي بحط بقى ملح فلفل اسود بحط كمان بابريكا كمان بوهارات مشكلة وشوية من القرفة بتديها ريحة حلوة جدا باضيف بقى الصنوبر بعد ما حمرتهم كويس جدا عجلة الكبة لما سبتها ترتاح شوية في التلاجة بقت متماسكة جدا بجيب صنية مقاس 24 او 22 وبحط فيها معلقة من السمنة البلدي وباخد بقى نص العجينة بقسمها نصين نصها من تحت ونصها من فوق ممكن تعملوا الطريقة اللي انا بعملها دي او ممكن تفردوها ما بين ورقة سبدة او مفرش سيليكون وبحط في النص بقى الربع كيلو اللحمة او اقل كمان على حسب صنياتكم يعني الصنية اللي عندي دي بتكفي ستة افراد الجزء التاني من اللحمة بفردو زي ما انتو شايفينه كده على مفرش سيليكون او ورقة زبدة واروح حطا بالشكل ده علشان يكون متساوي وبحوش الزيادة منه وببدأ بقى ارسم الصنية بتاعتي الخطوط اللي انا بعملها دي ما تنزلوش لتحت يعني عايزة بس خطوط خفيفة جدا بس تعمل للشكل ده لكن اوعوا تنزلوا لتحت علشان لما تيجوا تقطعوها هتتفتفت معاكم وبعمل الشكل اللي انتو شايفينه ده سبعات وبعدين مربعات كده وبعدين عكسها يعني شوفوا انا برسمها الرسمة سهلة وبسيطة هتتعلموها اول لما هتشوفوا الفيديو ان شاء الله هتعملوه انا مش مصرعة كتير بس يعني مصرعة حاجة بسيطة علشان ما تتضيقوش من طول الفيديو بكده انا خلصت الرسمة دي اخر واحدة بعملها يعني سبعات وبعدين بعملها العكس شايفينها بتطلع في منتهى الجميل طيب انا ممكن اسيبها كده او ممكن ازينها باللوز في كل مربع بحط الوزة بالشكل ده كده علشان تديني شكل شيك وتطلع كمان يعني طعمها حلو قوي بالمكسرات بس مش لازم يعني ان انتو تعملوها وبعدين بقى اضيف زيت اضيف سمنة زي ما بتحبوا اضيفوا بدخلها الفرن على درجة حرارة 200 بتقعد تقريبا نص ساعة بتطلع بقى بالجمال والحلاوة دي انا بسيبها شوية بس خمس دقايق وبعدين ايه بقلبها شايفين بقلبها على طبق تاني وبعدين اقلبها في طبق التقديم وهتكون معي بالشكل الحلو ده نقطحها بقى زي كده زي البت زي ما احنا بنقطحها مسلسات بتطلع بجد في منتهى الجمال وشايفين كمان السمك بتاعها يعني لا هي اللي سميكة ولا هي اللي رقيقة تستخدموا معها مكرونة شوية سلطة رز بتمشي معاها شوية بطاطس بيوري او بطاطس مقلية زي ما بتحبوا حاجة بجد اقتصادية سهلة وبسيطة وشكلها شيك يعني ممكن كمان لو جي ضيوف ممكن تعملوها ما بتاخدش وقت خالص وبقول لكم بجد بتطلع تحفة الطعم والشكل كمان جربوها هتدعولي بجد قولولي ايه رأيكم فيها اذا عجبكم الفيديو بتنسوش بقى تدعموني بلايك اشتركوا في القناة فعلوا الجرس كمان علشان توصلكم وصفاتي السهلة والبسيطة بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة